اشتركوا في القناة الموافق الثلاثون من يونيو من العام الفين وواحد وعشرون وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات الذي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ ان مؤشر الدولار الامريكي لا يزال يحاول التماسك اعلى مستوى المقاومة الماثل عند مستوى سعر 92 والذي اذا نجح بالحفاظ على الاسعار اعلى مستويات 92 مدعوما بثبات الاسعار اعلى خط الاتجاه الصاعد واعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد قوة الدولار تعود الى الساحة مجددا وقد نشاهد انتعاش لمؤشر الدولار الى مستوى 92.500 على الشورت تيرم وقد نشاهد مستويات 93 واعلى منها ايضا على اللونغ تيرم خلال التداولات القادمة باذن الله تعالى اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ ان زوج اليورو دولار هو الاخر قد اقترب من تحقيق الهدف الاول الماثل عن مستوى سعر 1.15500 ولكن حتى اللحظة لا يزال يصحح والصعود الذي حاصله عبارة عن تصحيحات لا اقل ولا اكثر وعبارة عن حركة صحية الاسعار وبشكل عام التداولات في زوج اليورو دولار لا تزال تصنف ضمن السيناريو السلبي الهابط طوالما ان الاسعار تتداول ادنى مستويات الواحد فاصل عشرون الف ولا نزال ننتظر الهدف الاول الماثل عن مستويات 1.18500 وايضا ننتظر الاحداث الرئيسية على اللونغ تيرم بالقرب من مستويات الواحد فاصل 16200 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ ايضا ان زوج الباون دولار قد اقترب من تحقيق الهدف الاول الماثل عن مستويات سعر 1.38000 ولكن سرعان ما بدأ بالتصحيح على اثر وصول الاسعار الى مستويات تشبعات بيعية على مؤشر تذبذب ستوك ستيك وقد نشاهد الاسعار تعاود الهبوط مجددا طوالما ان الاسعار مستقرة ادنى مستويات الواحد فاصل تسعة وثلاثون الف ومئة ولا نزال ننتظر الاهداف الماثلة امامكم على الرسم البياني على الشورت تيرم الواحد فاصل ثمانية وثلاثون الف وعلى اللونغ تيرم قد نشاهد مستويات الواحد فاصل ستة وثلاثون الف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباونديين الملقب بالمجنون وهو أيضا باستمرارية تداولاته دون المتوسط المتحرك وأدنى مستويات 154 لنزال ننتظر أهدافه بالقرب من مستويات 152 على الشورت تيرم وأيضا مستويات 150 بإذن الله تعالى على المدى الطويل إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتداول في ظل السيناريو السلبي الهابط ونلاحظ هذا الصعود الذي يحدث هو عبارة عن تصيحات ومثل ما ذكرنا سابقا طوالما أن الأسعار تتداول دون مستويات 0.76600 لنزال ننتظر التداولات الهابطة والأهداف المنتظرة عند 0.74000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل ين الياباني ونلاحظ أن الأسعار قد واصلت وعاودت مجددا التداولات بالقرب من منطقة الدعم المحورية الماثلة عند مستوى سعر 110.400 وحاليا الأسعار إذا نجحت بالارتداد من مستوى 110.400 والصعود منها مرة أخرى قد نشاهد استيناف للمسار الصاعد مجددا واستهداف مستويات 111 على الشورت تيرم أما كسر مستويات 110.400 قد تستمر بالتصيحات العميقة الهابطة الذي قد تهوي بالأسعار إلى مستويات 109.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونلاحظ أن الزوج بعودته أعلى مستويات 8.70 لا يزال يتحضر للمزيد من الصعود والمزيد من الإيجابية الذي استهدف من خلالها مستويات 8.80 وتسع ليرات للدولار الواحد خلال التداولات القادمة شرط استمرارية التداولات الإيجابية والزحف نحو الأهداف المذكورة وثبات الأسعار أعلى مستويات 8.70 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين لا يزال يتداول في ظل المسار العرضي المحصور الماثل ما بين مستويات 32.000 دولار و42.000 دولار ولكن حتى اللحظة تحاول البيتكوين بالثبات أعلى مستويات 36.000 دولار الزحف نحو مستوى الحاجز النفسي الماثل عند مستويات 42.000 دولار والذي إذا نجحت الأسعار باختراقه فسوف نشاهد عودة رالي البيتكوين مجددا وتحقيق المبالغ التاريخية مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الريبل قد اقترب من تحقيق الهدف الأول الماثل عند مستويات 75 سنت ولكن سنعار ما بدأ بالهبوط وهذا الهبوط هو عبارة عن تصحيحات لا أقل ولا أكثر وإعادة لاختبار اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ونلاحظ أن الهبوط قد وصل عندما وصلت الأسعار إلى مستويات تشبعات في الشراء على مؤشر تذذب ستوك ستيك وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستويات 60 سنت لا نزال نعتبر الريبل عبارة عن الصعود في الاتجاه وننتظر الحدف المنتظر على الشورت تيرم بالقرب من مستويات 80 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وقد كنت يوم الأمس نشرت تحليل كتابي مفصل عن الذهب ونلاحظ أن الذهب حاليا يتداول في ظل النطاق السلبي الهابط ويتعرض لمزيد من الضغوط السلبية الذي يتعرض لها بالمزيد من الإشارات الفنية أهمها أن الأسعار تتداول أدنى خط الاتجاه الهابط وأيضا الأسعار تتداول أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مما يزيد الضغط على أسعار الذهب الذي تلامس مستوى الدعم المحور لنقطة البايفيت الماثلة عند مستوى سعر 1765 دولار للأنصة الواحدة والذي إذا بدأ السعر الذهب بكسرها ونجح بكسرها والتداول دونها قد نشاهد هبوط الأسعار إلى الهدف الأول الماثل عند مستويات 1725 والهدف الرئيسي المنتظر عند مستويات 1660 دولار للأنصة الواحدة خلال التداولات متوسطة الأجل إذن أخواني العزاء شرط استمرارية السلبية لملك الملاذات الآمنة الذهب هو ثبات الأسعار بالتداولات دون مستويات 1800 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام هو الآخر قد دخل في ظل تداولات عرضية محصورة ما بين 72 دولار و 74 دولار للبرميل الواحد ونتوقع أن يستمر النفط بالتداولات بشكل عرضي ما بين هؤلاء المستويان حتى يتم كسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية إذن في حالة أن الأسعار نجحت بكسر مستوى 72 دولار للبرميل الواحد سوف نشاهد هبوط قوي جدا للنفط الخام أما اختراق مستويات 74 دولار والثبات علىها فسوف يعيد النفط الخام إلى الواجهة مجددا وقد نشاهد الزحف نحو مستويات 78 دولار على اللونغ تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة هي الأخرى لا تزال تتداول في ظل القناة العرضية المحصورة على الشورت تيرم ولكن حتى اللحظة التداولات لا تزال تتسم بالسلبية طوالما أن الأسعار تتداول أدنى مستويات 26 دولار فاصلة 40 سنت وإذا فشلت الأسعار بالعودة على مستويات 26 دولار فاصلة 40 سنت نتوقع المزيد من السلبية للفضة واستهداف مستويات 25 دولار و24 دولار على التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي يتماسك أعلى مستوى الدعم الماثل عند مستويات 3.60 واستمرارية التداولات أعلى مستوى 3.60 لا زال يمنح الغاز الطبيعي المزيد من الإيجابية للإندفاع نحو مستويات الأربعة خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر الداو جونز يحاول التماسك ويتلقى بعض من الإشارات الإيجابية من خلال مؤشر تذبذب ستوك ستيك الذي إذا نجح بالعودة على مستويات 3.400 سوف يعود مؤشر الداو جونز للتمسك بالزخم الصاعد مجددا ويستهدف مستويات 3.750 و35 ألف خلال التداولات المتوسطة الأجل إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 SP500 ولا يزال الـ SP500 يتداول بالقرب من مستويات تشبعات شرائية قوية جدا على مؤشر تذبذب ستوك ستيك قد نشاهد بعض من التصيحات وخبوط الأسعار إلى مستويات 4.240 خلال التداولات القادمة ولكن حتى اللحظة بالرغم من التصيحات المتوقعة لا يزال يعتبر الـ SP500 إيجابي ويتداول في ظل المسار الصاعد طوال ما هو يتداول أعلى مستويات 4.230 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني الصناعي ونلاحظ أن مؤشر الداكس لا يزال يتداول في ظل المسار الإيجابي الصاعد وتداولاته تتسمبي الإيجابية وذلك طوال ما هو يتداول أعلى المتوسط نتحرك لمدة 55 يوم وطوال ما هو يتداول أعلى الدعم المحوري الماثل عند مستوى سعر 15.350 نتوقع استئناف الصعود نحو مستويات 16.000 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك هو الآخر لا يزال يقترب من تحقيق الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 14.800 والذي انتظرناه خلال التداولات السابقة والذي تحدثنا عنه منذ الثامن من يونيو وبإذن الله تعالى قد نلاحظ خلال التداولات القادمة وخلال الساعات القادمة تحقيق للهدف المنتظر ثم سوف نشهد بعض من التصيحات لمؤشر النازدك لأن الأسعار قد وصلت إلى مستويات تشبعات قوية جدا ولابد من بعض من التصيحات التي قد تهبط بالأسعار إلى مستويات 14.300 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا منيطيب التحيات وفي أمان الله